هذا اللوحة الأولى و اللوحة الثانية بهذه الطريقة هذا النماذج أخواتي سابقا لي أن وضعت فيديوهات كثيرة على هذه اللوحة هذا هو الفوريكس ممكن أن تطبع عليه و ممكن أن تقوم باستعمال الفينيل الديكوب مثلا مثل هذا هذا الفينيل النقري وهذا الفينيل ذات لون أسود يعني هذه الأشكال ممكن أن تتلاعب بها كما تجعل السلام عليكم إخواني أخواتي نحن قد عدنا إليكم بعد غياب طويل فبعد أن حققت الفيديوهات المشاريع الصغيرة لصناع الطابلوهات بأفكار و مواد جد بسيطة المليئين من المشاهدة على اليوتيوب طبعا و الكثير منكم لا يفهم الدرجة المغربية فأنا اليوم سوف أحاول التحدث باللغة العربية حتى يفهم الجميع إخواني أخواتي فكل ما أطلب منكم في هذا الفيديو هو أن تدعمونا بالاشتراكات في القناة و كذلك تفعيل جرس و كذلك لا تنسوا أن تضعوا لنا اللايك حتى نتمكن بنشر مزيد من الفيديوهات باللغة العربية لماذا لا؟ حتى لا أطلب عليكم دعونا نروا كيف نقوم بصناع الطابلوهات بمواد جد بسيطة في هذا الفيديو إن شاء الله و هذا الفيديو نقوم بتتبعه حتى النهاية لأن فيه أفكار جديدة و فيه كل التفاصيل على هذا المشروع إذن إخواني أخواتي أترككم على الفيديو والسلام عليكم و نكتب اسم الله و اسم لا إله إلا الله أو أي اسم تختاره و نختاره بصيغة الصورة ثم نأخذه إلى البرنامج Adobe Illustrator بهذه الطريقة و نحوله إلى صيغة التقطاب فإذا كنت لا تمتلك آلة لتقوم بهذه المراحل فأنصحك بدفع كل شيء للمطبعة يعني تقوم بتجهيزها لك يعني جاهزة و أنت تقوم فقط بتحويلها على اللوحة كما سبق لي أن ذكرت لكم يعني تقوم بتجهيزها فقط بربما عشر دراهم أو خمسة عشر درهم و الآن إخواني أخواتي نقوم بقص ذلك الكتابة التي قمنا بتحميلها على برنامج Adobe Illustrator بالمقص الإلكتروني و ثمان المقص الإلكتروني إخواني أخواتي لا يتعدى خمسة آلاف درهم أي خمسمائة دولار يعني الطريقة صراحة رائعة جدا و إذا كنت تريد أن تبدأ هذا المشروع فهذه هي الفرصة المناسبة سوف نقوم بتتبيته على هذا الفوركس سوف نقوم بتتبيته باستعمال الترونسفير هذا هو الترونسفير هذا الترونسفير 8 الفنيل للمتر 8 للمتر 25 درهم للمتر و هذا 8 ترونسفير للمتر 15 درهم للمتر سوف نقوم هذا ما دور هذا الترونسفير هو دوره يحول هذا التصميم من هذا الورق إلى الفوركس حتى أؤداء عليكم سوف ترون الطريقة من الصفر إذا إخواني أخواتي بعد أن قمنا بقص هذا الفنيل بالمقص الإلكتروني الآن سوف نريكم الطريقة كيف نقوم بتتبيته هذه الكتابات على الفوركس بالنسبة للمادة المستعملة هي الفوركس هذا هو الفوركس هذه المادة مكونة من 50% من الخشب و 50% من البلاستيك فهي مدّة لينة كما تشاهدون هذه المدّة لينة يعني ممكن أن تقصوها فقط بهذا الحدّة يعني لين وهذا يعني فيه قياسات هذا مسام ثلاثة مليم وهناك خمسة مليم وهناك سنطيم إلى غير ذلك فهذا فيه يعني مسامات أو أحجام مختلفة فهذا هو الذي سوف نستعمل في هذا الفيديو هذا سوف نقوم بقص القياس الذي نريد سوف نقوم بقص القياس أربعة من على ثلاثون سنتيم فقط بالمسطرة والحب كما تشاهدون بهذه الطريقة سوف نقوم بوضع ثلاثون هكذا وهناك ثلاثة سنتيم وهذه المدّة يا أخواتي ثمانون المتر المربع تقريبا خمسون لدير هامل يعني الوقع حجمها يكون كبير جدا فيه تقريبا اثنان متر على ثلاثة متر يعني المساحة الإجمالية ستتمئة إذا إخواني أخواتي كما قلنا هذا هو الفوريكس هذه الفوريكس لديه امتيازات كثيرة يعني ممكن أن تتلاعب به كيفما تشاء كما تشاهدون ممكن أن تقوم بتصميم لوحات كبيرة مثل هذا التصميم وممكن أن تقوم باستعمال أي نموذج تشاء فكما قلت لكم طريقة تقطيعه يعني طريقة سهلة لكن حداري أن تضرب يدك بهذه الآلة الحدة يعني هذا هو القياس وكذلك تأتي معها قطعة من البلاستيك رقيقة تحميه من الخدوش إلى غير ذلك يبقى يعني نقي جدا فهذا هو الذي سوف نستعمله سوف نقوم بتقطيع قطعتين من هذا الفوريكس وكذلك هذا هو الفينيل إخواني أخواتي إذن إخواني أخواتي هذا هو الفينيل يعني سبقا لنا أن قمنا بقصه بالمقص الإلكتروني كما تشاهدون فهذا يعني مقطع بالمقص الإلكتروني سوف نقوم باستعمال هذا الورق الترانسفير بهذه الطريقة على هذا الشكل وفي هذه المرحلة إخواني أخواتي نقوم بتحويل ذلك الكتابة الذي قمنا بقصها بالمقص الإلكتروني بتحويلها إلى الفينيل ومن ثم نقوم بتحويلها إلى اللوحة الفوريكس كما تشوفوا طريقة ليس بصعبة يعني تحتاج إلى تركيز فقط وصراحة هذا المشروع مربح جدا وهذه هي النتجة التي سنحصل عليها كما تشاهدون هذا المشروع يعني يستطيع أن يشغل به أي شخص سواء الرجال أو النساء كما تشاهدون وثم الأداة الإخواني أخواتي ذات اللون الأزرق الذي نستعين بالتلسيق بها لا يتجاوز 35 درهمة كما تشاهدون الآن نقوم بتنقيات الكتابات يعني بالعكس كما سبق لكم أن شاهدتم معي نقوم بيعني عكس الخدمة التي سبق لنا أن اشتغلنا بها في الفيديوهات السابقة بهذه الطريقة نذهب ببط ببط حتى ننتهي كما تشاهدون الآن كما تشاهدون الآن كما تشاهدون الآن كما تشاهدون الآن ترجمة نانسي قنقر 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 برش هذه الشوالة على على الكتابة سوف نقوم بازالة ذلك الفينيل الذي قمنا بتلسقه في الاول بهذه الطريق بالنسبة للأشخاص الذين تشاهدون هذه النتيجة النهائية هذا اللوحة الأولى واللوحة الثانية بهذه الطريقة ممكن أن تضع خلفها أي لون تشاء مثل الأسود والأحمر وأصفر إلى غير ذلك هذا البنية في ألوان مختلفة ومتنوعة وقت من الأشخاص يسألوني كيف نقوم بتثبيت هذه اللوحات في الحائط نحتاج هذا اللاسق ذو وجهتين الثمانه لا يتعدى 30 دراما نقوم بوضع القليل هنا بهذه الطريقة القليل هنا هذا يكفي سوف نقوم بتركيبة بهذه الطريقة طريقة سهلة هو مختلفة وانس